أهلا بحضراتكم مرة تانية مبادرة أعرف أكتر لطلاب المدارس واحدة من المبادرات التفاعلية واللي قائم على إعدادها مرصد الأزهر لمكافحة التطرف هدف هذه المبادرة هو تحصين النشأ وتعرفهم بصحيح الدين المرصد سبق وأطلق النسخة الأولى من هذه المبادرة وجابت نتائج مصمرة جدا ودلوقتي إحنا مع النسخة التانية من انطلاقها دعونا نعرف تفاصيل أكتر بشكل وافي مع الأستاذ خالد شلتوت الباحث بوحدة رصد اللغة الألمانية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف أهلا بك يا فنم صباح الخير عليك صباح الخير يا مصر أولا أنا بصبح على السادة المشاهدين والمتابعين وفي بداية الحديث أنا عايز أقول ليه تطرك مرصد الأزهر لمكافحة التطرف لمثل هذه المبادرات هل ده كانت من نوعية أو طبيعة العمل اللي بيشتغل عليها المرصد كما يعلم المشاهد أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف هو بمثابة عين الأزهر النظر على العالم ودي كانت فكرة فضيلة الإمام الأكبر وبيعمل مرصد الأزهر ب13 لغة أجنبية الدور اللي بيشتغل عليه المرصد هو رصد كافة الأخبار والأفكار المغلوطة التي تبثها الجماعات المتطرفة بشتى اللغات لذلك إحنا عندنا 13 لغة أجنبية حية فضلا عن اللغة العربية في المقام الأول اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية والإيطالية والأردية والتركية والصينية واليونانية والإيطالية إلى غيرها من اللغات إحنا طول الوقت بنتابع الأفكار اللي بتبثها التنظيمات المتطرفة ليه بقى تطرقنا لمثل هذه المبادرات إحنا وجدنا من خلال رصدنا ومتبعتنا للأفكار المغلوطة اللي بتبثها التنظيمة المتطرفة أن دور النشأ يعني ليه الدور الكبير في جماعات وصفوف التنظيمات المضطرفة يعني تجد أن المدرسة والمناهج التعليمية هو ده يعتبر العامل الأول الذي من خلاله يتم استقطاب الأطفال أو النشأ لذلك كمنا بعدد العديد من الدراسات والفيديوهات والمبادرات والحملات يعني أذكر يعني مبادرة اسمع وتكلم دي كانت بتناشد الفئة العمرية اللي هم صفوف الجمع دي كان منتدى اسمع وتكلم وده اشتغلنا عليه منتدى اسمع وتكلم واحد ومنتدى اسمع متى ثم تطلقنا لمبادرة اعرف أكتر اعرف أكتر النسخة الأولى كانت بتستهدف النشأ في المراحل الابتدائية والإعدادية يعني كانت النسخة الأولى يعني أنا بس عايزة أفهم دلوقتي الأفكار دي موجهة للنشأ الصغير المتحدث باللغة العربية العربية نعم بيتوجه لهم بلغات مختلفة يعني لا ده احنا بنقول الناتج المبادرة دي بقى احنا من قراءاتنا وتحليلاتنا لما بسها والتنظيمات المتطرفة احنا بنطلع منها بنطلع منها بمخرجات يعني مثلا في النسخة الأولى كانت بتستهدف النشأ في المرحلة الابتدائية والإعدادية عملنا فيها ايه؟ شرحنا فيها الإسلام بصورة مبسطة يعني شرحنا فيها أركان الإسلام بشكل حديث أركان الإيمان مع الدين والحياة وكيفية التعامل مع الآخر دي كانت النسخة الأولى دي كانت المبادرة اسمع وتكلم أو اعرف أكتر دي كانت المحاور الأساسية في النسخة الأولى النسخة الثانية احنا استهدفنا فيها النشأ والطفل في المرحلة الإعدادية والسنوية أكبر شوية ودية ان شاء الله هنبدأ فيها في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر يقدر المشاهد يخش على صفحة الفيسبوك مرصد الأصهر وهيلاقي لينك يقدر من خلاله يخش على لينك ويسجل اسمه وبياناته ويقدر يحضر المبادرة المبادرة بقى اللي احنا شغلين علىها دلوقتي بتشمل محاور عدة احنا في المرة دي احنا بنتكلم عن 8 محاور تمام في المرة دي اتكلمنا عن 4 محاور لان كانت الفئة العمرية أقل شوية المرة دي الفئة العمرية عندنا المرحلة السنوية والإعدادية فبنتكلم فيها عن 8 محاور المرة دية المحاور بتاعتنا سنشتغل فيها على ثلاثة أيام من يوم 8 إلى 10 سبتمبر المحاور بتشمل عدة كثيرة يعني منها مثلا على سبيل المسال أهمية الدين في الحياة مخاطر التطبيقات والألعاب الإلكترونية مخاطر النت العلاقة بين الشباب والفتيات مثلا التطرق إلى الأسئلة والخواطر التي تدور في الأطفال أو الناشئة عن الذات الإلهية العنف الاجتماعي الشباب بتواجه عنف الاجتماعي طبعا المحاور موجودة معنا دلوقتي فتحضر أتمنى يا سيدا مشاهدين متابعة تلك المحاور على صفحة مرشد الأزهر باللغة العربية يعني مرشد الأزهر بترشد دائما باللغة العربية إلى جانب عدد من صفحات اللغة لكل وحدة صفحة موجودة باللغة بتاتي أنا عايز أقول أن مبادرة أعرف أكتر ديت واحدة من ضمن الأعمال اللي قام بها مرشد الأزهر يعني إحنا عندنا طول التسعة سنوات إحنا بنشتغل على الحتة دي يعني مثلا من ضمن وأهم وأبرز الدراسات اللي قام بها مرشد الأزهر هو كيف قامت التنظيمات المتطرفة باستقطاب الأطفال من سنة ديفا؟ ده من سنة أربع سنوات وخمس سنوات حضرك لما تتطرك إلى المدارس والمناج التعليمية اللي كانت بتشتغل عليها داعش تجد الكثير من التطبيقات الإترونية كان في مخيلتي أن ده بيحصل مع الأطفال أو يعني المراهقين مثلا الفئة الأكبر شوية بيكون عندهم تساؤلات مرحلة من الاضطراب في العمر بشكل عام عدم الاستقرار فبالتالي بيكون سهل شوية استقطابهم في حال أن الأهل مش معاهم أو الأهل مش بيواعوهم أكتر أنا عايز ألف تنظر كل شيء التنظيمات المتطرفة أذكى بكثير مما تتخيل يعني مثلا وجدت أن المدرسة والمناج التعليمية هي دية اللي ممكن من خلالها نزرع البزرع للتطرف يعني عن سبيل المثال في برنامج في مناهج للتعليم القراءة والكتابة تجد مثلا من ضمن البرامج التعليمية مثلا صورة دبابة كمثال لحرف الدال هذا هو المثال يعني الدبابة مثال لحرف الدال دال دبابة كانت دب بزمان مثلا مثلا صورة الصاروخ مثال لحرف الصاد صورة مثلا السيف كمثال لحرف الصين بنعود الأصفال صورة الكمبلة كمثال لحرف الكرف يترسخ في زنوم كل هذه الصورة بالضبط ده إلى جانب أن مثلا في تعليم اللغة الإنجليزية احنا وجدنا مثلا العديد من الديالوجات الحوارات تجد مثلا منها ما يرسخ فكرة الجهاد عند الأطفال من سن النشأ يعني ما أنا أتذكر مثلا أن كراءة الديالوج ابني بيكلم أبو شايف مثلا عدد من المجندين بتوع داعش مثلا وبعدين بيقول للأبو كده إلى أين هم ذاهبون أنا كنت بعدت للإعداد جزء من الديالوج باللغة الإنجليزية لو هو ينشره يعني ده جانب من اللي احنا تم رصده فالابن بيسأل أبوه إلى أين هم ذاهبون فيقول الأب هم ذاهبون للجهاد فيتعجب الأب لدرجة الحرارة عليه فيقوله في فصل السيف وفي هذه الحرارة فيقول الأب أنهم لا يأبهون ذلك يعني هم مش في دماغهم اللي بيحصل ده صيف شتا فيقول الأب ولماذا يفعلون ذلك فيقول الأب إيه لأنهم يرودون الجنة وهكذا مثل تلك الحوارات طبعا هم يمسكوا في حاجة زي دي في المقابل إحنا عملين نكلم أولادنا عن الجنة وإحنا لازم نعمل في الدنيا عشان نصل للجنة فلما يوصلوهم بالشكل ده طريق يخول الجنة فهيمشوا مع طريق تاني بالزبط بالزبط وهو ده اللي بيشتغل عليه الجماعات المتطرفة اللي هو الترسيخ مثل هذه الأفكار منزل النشأة طيب دي أفكار يمكن متطرفة شوية كتير الأهالي هتأخذ بالها منها يعني لو شايفت النوع ده من الديالوج هيخذوا باله منه أي نوع من أي نوع الأفكار التانية اللي بتبقى مستخبية يعني حالك قلت حاجة دلوقتي مثلا مثلا حرف الدل دبابة ايه تاني ممكن الأهل النهاردة يركزوا عليه يعني انتوا لحظتوا أو تم رصدوا من خلالكم من الأفكار المتطرفة اللي كانت خليني أقول مستخبية في شكل مختلف النهاردة نقدر ننوه عنه للسادة المشاهدين الألعاب الإلكترونية التطبيقات والألعاب الإلكترونية بس ده ده مالوش علاقة بالتطرف الديني فقط لأنه تطرف بشكل عام أنا أعجب أن الجماعات المتطرفة في الفترة الأخيرة دي تعاملت العديد من الألعاب والتطبيقات الإلكترونية أنت عندك على سبيل المثال تطبيقات اسمه حروف يا حدري لو دخلت على جوجل بلاي وكتبت تطبيق حروف هتجد مثل هذه الأمثلة يعني أنا أتذكر العديد من الأسئلة والتمرنات اللي كانت موجودة في المناجد التعليمية بتاعتهم يعني مثلا أكمل هذه الفراغات يقاتل أسامة في المعركة الحديقة السوق يعني لماذا مثل هذه الأمثلة فيعني حتى التمرينات أو التدريبات اللي كانت موجودة في المناجد التعليمية اللي كانت بتبسها أو بتنشرها الجماعات المتطرفة هل إحنا بنرف مين وراء الأبليكيشنز دي يعني هل إحنا نقدر أو يتم رصد مين وراء الأبليكيشنز دي الدول اللي معمولة فيها الأشخاص وراء النوع ده من التطبيقات هو بقى ده لتطرق إليم مرصد الأزهر وعمل دراسة كبيرة اسمها التطرف الإلكتروني ده كتاب يمكن الاطلاع عليه على بوابة الأزهر وده كتبنا فيه كافة المصادر اللي استخدمتها التنظيمات المتطرفة في نقل البرامج والمعلومات عبر التطبيقات الإلكترونية طيب إزاي تم التطبيق هذه المبادرة على الأرض في المدارس نعم إحنا في السنة اللي فاتت على سبيل المثال اكتفينا بالسوشيال ميديا نشرنا المبادرة على السوشيال ميديا وعلى الصفحات بتاعتنا وإحنا عندنا منصات تواصل كتير يعني عندنا صفحة الفيسبوك عندنا بوابة الأزهر الإلكترونية عندنا موقع تويتر عندنا الإنستجرام عندنا تيك توك دلوقتي فإحنا بنوصل موجودين على كل المنصات بالضبط ده اللي أنا عايز أقوله واللي بيستطيع إحنا في السنة اللي فاتت على سبيل المثال كان العدد كان أكثر من سبعين طالب وده كان عدد كويس في أول مبادرة السنة اللي لقينا أن المبادرة لك تستحسن كبير بين أولياء الأمور وبين المدربين والمتدربين فده اللي خلانا عملنا المبادرة التانية هل اشتغلتوا على المدارس خليني أقول الحكومية والدولية كمان عشان يعني يعني يتم رصدي يمكن أو مش يتم رصدي خليني أقول أو صحح مفاهيم معينة ممكن تبع عند الناشر حتى لو هتلاحظي أن اسم المبادرة كتبينها باللغة الإنجليزية دايما يعني يعرف أكتر وبعدين كتبينها بقي نو مور وده كان الهدف منه أن نحن نوصل كمان لمدارس اللغات والمدارس الدولية وكان السنة اللي فاتت جنة عدد كبير من المدارس الدولية عندي سؤال تاني هل المدارس الدولية أو النوع ده من المدارس بتواجه نفس الأفكار دي ولا بنواجه أفكار متطرفة بالنحية تانية لا هما النوعية يعني وسترنايز أو غربية أو بزيادة يعني إيه نوع الأفكار المختلفة خلينا أقول بصراحة أن النوعية دي من الطلبة يعني مهمشة بجانب كبير تعلم اللغة العربية إلى حد كبير وإحنا عشان كده إحنا حاولنا نبسط صورة الإسلام بشكل أو بآخر بطريقة حديثة يعني إحنا عندنا دايما الشغل بطريقة الباور بوينت أو البرزنتيشن بنكلم عن أركاد الإسلام بش بالطريقة التقليدية المعروفة زي أنها موجودة في كتاب التراث أركاد الإسلام لا مش عايزين نعرف ده فإحنا بنعرفه أركاد الإسلام بطريقة مختلفة أركاد الإيمان بطريقة مختلفة إيه بقى الطريقة مختلفة يعني إحنا بنعملها له بشكل باور بوينت بنعملها له بشكل ربزنتيشن بنشرح فيها بيبقى فيه تفاعل بيننا وبين الطلبة أنا عايز أقول لك أن الجانب اللي اشتغل عليه المرصد في الفترة الأخيرة كان جانب مليء بالدراسات حول الأطفال يعني أنا أتذكر العديد من الفيديوهات اللي احنا اشتغلنا عليها في الفترة الأخيرة يعني مثلا فيديو بيتكلم عن انتهاك حقوق الأطفال في العالم ده إحنا اتكلمنا عليه الأطفال في صفوف داعش أجبال الخلافة وغيره 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 اتكلمنا عن خطورة الألعاب الإلكترونية والتطبيقات الإلكترونية اتكلمنا عن اسلوب التربية الحديثة يعني ده برضو في الفيديوهات اللي بينشرها مرصد الأزهر نهيكي عن الحملات التربية بين نعم و لا يعني أتمنى أن جانب من الحملة ديت ينشر الآن على شاشة التلفزيون التربية بين نعم و لا وعملناها باللغات الأخرى عملناها باللغة العربية واللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية إلى غير ذلك وأبرز الحاجات اللي عملها مرصد الأزهر هي سلسلة سلسلة كرتونية تسمى حكايات آدم يعني دي بقى سلسلة كرتونية دي حاجة احنا اشتغلنا عليها عشان يعني نقدر نوصل للنشأ الصغير خالص مهم جدا كمان يا سلسلة حكايات آدم من سن كم سريعا؟ ده من سن ست سنوات يعني أستاذ خالد شلتوتنا وردنا وأنستنا الباحث بوحدة رصد اللغة الألمانية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف انتوا عليكم يعني دور كبير قوي قوي وربنا يكون فعونكم لمكافحة كل هذه الأفكار المتطرفة من نحيتين في الحقيقة شكرا لك يا فاندر شكرا لكم حضراتكم من صباح الخير يا مصر